اشتركوا في القناة والخير عليكم جميعا صباح جديد يجمعنا وحكاية صباحية جديدة نتشاركها ونتشارك قهوة الصباح نتمنها دائما بطعم الخير وبطعم الأمل تحايا الصباح لكل حاملين رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد تحايا خاصة لربات البيوت في صباح السبت دائما ولكل الأسر التحية لكم جميعا وبالتأكيد صباح السبت بالتأكيد هو حديث عن برامج الأسرة حديث عن الجوانب المختلفة التي تهم الطفل والمرأة والمجتمع وسعادة أن نكون في هذا السبت نحمل الأمنيات بسبت موفق وأسبوع موفق للجميع والتحايا لكل أصحاب السعي الصباحي تحية لكم جميعا في أرزاق خاصة في أوساط الشباب الذين برعوا في إبراز مواهبهم كفن تشكيلي حجز موقعه في قلوب الناس على الدين عاشور اسم تفرد في مدينة نيالة بمهنته التي تنافس بعضها فكان متجره الصقير بالسوق الجنوبي بنيالة قبلة للكثير من المهتمين والباحثين عن جمال المخطوطات التي وجدت حظها كزينة يهتم باقتنائها عدد كبير من الأسر التي أيقنت أخيرا قيمة هذه القطع التراثية من بين مقتنيات المنزل عاشور الفنان موهبته وحدها هي التي قادته إلى هذا التفرد في مضمار الفن التشكيلي بالاستفادة من المكونات المحلية التي تشتهر بها المنطقة أهم ما في معرض عاشور التشكيلي ربط الأجيال الحاضرة بإرثها الماضي وذلك من خلال تجسيد القيم التراثية لدارفور في شكل مخطوطات جمالية تأخذ مكانها زينة للمنازل وإرثا تفتخر وتعتز به الأسر في المدينة من بين مكونات المنزل المرأة التي شكلت منتجاتها إضافة نوعية للمعرض التشكيلية من خلال توفير عدد كبير من المنتجات اليدوية في مدينة نيالا تهتم هي الأخرى في إطار مسعاها عما هو جديد لاكتساب التشكيلات التراثية التي أصبحت مطلبا لزينة المنازل من واقع الاهتمام بإرث أهل المنطقة الثقافي والاجتماعي ولما له من مدلولات عميقة في وجدانهم عاشور الفنان التشكيلي الذي سطع نجمه في هذا المجال جذب عطاؤه المتميز المهتمين والباحثين الذين أصبحوا قريبين منه كرواد للمعرض ومشاركين برأيهم في سبيل إبداء الملاحظات التي ربما تضيف بعض القيم الثرة في التراث الدارفوري المتميز المتشبع بالقيم الإسلامية الراسخة لاسيما في مجال مخطوطات السلطنات التي خلدت تاريخا كبيرا في شؤون إدارة الإقليم عبر العصور ووجدت منتجات عاشور رواجا كبيرا من واقع تميزها عن غيرها فأصبحت مقصدا للأجانب لما لها من مدلولات تراثية قيمة وشكلت مخطوطاته إضافة متميزة في مجال إكرام الضيوف في المدينة بعداده لصور متعددة من الهدايا أخذت بعدا آخرا من زوايا جمال الطبيعة في دارفور وقد أسهم فن التشكيل الذي يقوده عاشور وزملائه في المهنة إلى تغيير مفاهيم المجتمع المحلي وذلك للارتباط به ليس لقيبته الجمالية فحسب بل هناك غاية أخرى سعي الأسر لغرس مدلولات هذه المخطوطات في نفوس الأطفال الإقبال المتزايد على منتجات التشكيليين في نيالا دفع بعدد من أصحاب رؤوس المال بالاستثماري في هذا المجال وجد عدد من المرويجين لهذه المنتجات حظهم في حيز موقع شرائي عبر المشاركة القومية للمنتجات السودانية في الأسواق الداخلية والخارجية وتبقى لريشة على الدين حاشور هنا قيمة حقيقية برزت من خلال ضروب الإبداع والابتكار مشكلة بعدا جديدا تنوع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال تفرده في الابتكار ومقدرته على صياقة الأشكال الفنية بفضل إلمامه بمقومات بيئته المحيطة فسطى نجما في سماء المدينة مهدي العذيب الشروق نيالا مهدي العذيب والتحية لكل أصحاب هذا الجمال دائما في كل المساحات السودانية والتحية للإنسان السوداني صاحب السمات المختلفة والقيم المختلفة ودائما نحتفي بهذه السمات في التكاتف والتكافل والتعايش هذه البصمات والسمات الموجودة في الشعب السوداني والتي تستقبلنا دائما عند كل المداخل لكل مساحاتنا السودانية